لماذا توجد طائرات الاستطلاع الإسرائيلية الآن في قطاع غزة في ظل الهدنة؟ هل هو كان أمراً معتاداً حتى قبل هذا العدوان الأخير؟ نعم، هذه الطائرات الاستطلاع الإسرائيلية تشكل عبءاً كبيراً على حياة السكان وهم كثيراً ما كانوا يطالبون أن يتم إدراجها دمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار نظراً لصوتها المزعج الذي تحدثه طيلة الساعات هذه قبل العدوان وما بعد العدوان تبقى في الأجواء لا تفارق سماء القطاع في محاولة منها لإبقاء القطاع تحت عينها ونظرها لكنها بالنسبة للفلسطينيين تشكل أرقاً كبيراً تشكل لهم خطراً كبيراً كونها تعمل على مدار الساعة على تصوير مواقع جديدة على أهداف جديدة تراقب السكان في شاردتهم وواردتهم وفي نفس الوقت هي آلة حرب إسرائيلية تطلق صواريخها كانت خلال أي تصعيد إسرائيلي وخلال الأيام الثلاثة الماضية كانت ترصد وتطلق الصاروخ تجاه الهدف الذي تريده لذلك هذه الطائرات على الرغم من قرار وقف إطلاق النار إلا أنها ما زالت في الأجواء تحلق ترصد أهداف وتشكل إزعاجاً وخوفاً للأطفال وكبار السن طيب ولكن محمد كثافة وجود طائرات الاستطلاع الإسرائيلية هذه في سماء قطاع غزة في ظل الهدنة إذا ما قارناها بما قبل بداية العضوان الإسرائيلي الأحدث على قطاع غزة هل هي أكثر أم أقل؟ هي بالعادة يعني عدد الطائرات يقل مقارنة في وقت التصعيد الذي يكون على قطاع غزة لكن هي بالنسبة للجيش الإسرائيلي مصدر معلومات دائم تتابع فيه الأجواء تتابع فيها الأماكن التي يطلق من خلالها الصواريخ وترصد حركة المواطنين على الأقل لكن في النسبة للفلسطين تشكل خوف تشكل قلق تشكل مصدر إزعاج تشعر المواطن الفلسطيني بأن حالة الحرب لم تنتهي بعد فلذلك هذه الطائرات الاستطلاعية التي تتواجد في كل محافظات قطاع غزة دائما ما يحلم الفلسطيني أن لا يسمعوا صوتها لأنها بالنسبة لهم تشكل موت كانت وما زالت حتى هذه اللحظة تزداد هذه الطائرات وانتشارها في وقت التصعيدات والحروب الإسرائيلية على القطاع وخلال الأيام العادية تقل حدتها لكنها لا تغادر السماء مطلقا ترجمة نانسي قنقر